السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم قناة ابن العرب مع الياس الجزائري لا تنسوا ضغط على زر الاشتراع تفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد ولا تنسوا دعم مقطع الفيديو بزر لايك المهم جبتكم هذا الموقع اللي نظن اسمه هيبي ولا هابي ولا معرفتش اني نقرأ الاسم المهم كلش مكتوب امامكم هذا هو طوب ديس سينجر ان الجيريا ان دوميلفا يعني وش راه يقصد هذا الجملة المكتوبة بالخط العارض يقصد افضل عشر مغنيين في الجزائر لسنة الفين وعشرين وتأتي في الصدارة الفنانة الجزائرية نوميديا للزول دو كان اما عرفتش مغنيين ولا مشاهر لانو حد لانو ميديا للزول صح نعطرفو بها انها فنانة جزائرية عرفناها في الغناء في مدرسة الحنو الشباب وربي وفقها ايتو ولكن نتمنوا منها انها تقدم اعمال غنائية لانو مؤخرا شفناها التجهة للتمثيل وللتقديم ورح نشوفها ايضا رح تقدم برنامج في تلفزيون لين الجديد ورح تكون لها اغنية من اغاني القديمة مع فريزيون جديدة المهم تحصلت على الصدارة الاولى في المرتبة الثانية يأتي موك صيب ايضا هو فنان جزائري يعني غني عن التعريف صوت جميل واغانيها رائعة مع اني ما سمعت لهش غير غنية واحدة هي اغنية الغربة وسمعتها صدفة لانو انا مش من محبي النوع اللي يقدم اما في المرتبة الثالثة فمحبوبة الجماهير نجمة العرب الفنان الجزائرية سهيلة بالشاب اللي تحصلت على المرتبة الثالثة اكيد ايضا سهيلة بالشابة الغنية عن التعريف في المرتبة الرابعة الشاب مازي يعني الشاب مازي ايضا من الفنان الجزائريين الرائعين يعني صوت وصورة وشكل وكارزما حتى أغانيه رائعة جدا وعنده نسبة مشاهدة عالية جدا فقط أغانيه يعني كان أغاني اللي تخطو العشر مليون مشاهدة المرتبة الخامسة كان شمس وفير كلان في المرتبة الساتسة أمين بابلون تاني أمين بابلون من نسل نحب نسمع لهم أيضا في المرتبة السابعة سيليا ولد محند أيضا صوت رائع جدا خاصة في الأمازيغي يعني صوتها رائع وأيضا في المرتبة الثامنة الشبخالد في المرتبة التاسعة إيميلي أول مرة صراحة نسمع بها ولكن بالتوفيق لها في المرتبة العاشرة محملة وبالتوفيق للجميع هو العقوبة للعام الجاي سنة 2021 باش نشوفوا شكون هي ولا شكون هما الفنانين والفنانات اللي رح يكونوا في هذا الاستفتاء في آخر الفيديو نشكركم بزيزا فوقلكم إلى اللقاء ولا شونها اشتركوا في القناة